مش عارف حتصدقوني ولا لا بس من احلام حياتي ان انا كنت اطلع مخر كبير ودي يمكن الفكرة الاساسية ورا سلسلة تعلم الانجليزية من خلال الافلام وبما اني فشلت ان انا بقى مخرج بس الحمدلله انا نجحت ان انا بقى انجليش انستركتر الى حد الماشوتر النهاردة معانا حلقة جديدة من تعلم الانجليزية من خلال الافلام ومعانا النهاردة فيلم الايد قبل ما ابتدي وقولك على التعبيرات الجميلة جدا في الفيلم الرائع دوت اللي انت هتتعلمها النهاردة سواء مصطلحات او افعال جديدة الى اخيره زي ما الناس بتفرض متعودة لو انت في دماغك اي فيلم جديد عاوز نتكلم عنه او اعمل عنه حلقة يلا بين نبتدي مع بعض اول تعبير معانا هو زي ما قال في الفيديو او في المقطع يعني حيوصل او حيبقى متواجد في الوقت بالزبط في الانجليش بنستخدمها عشان نعبر عن الوقت المزبوط او الوقت الدقيق فمسلا لو انا عاوز اقول لك مسال تاني اقول لك يعني الاطر دايما بيوصل في الوقت المزبوط لها جي او تي تي اي دي زي مست وبتستخدم كتير جدا في الامريكان انجلش وفي البيريدش انجلش برضو يعني لما تبع حاجة كده طلع من قواك أنا لازم أعمل حاجة مسلا جار وبيجي بعدها الفعل في المصدر حط انت بقى امسي ده من عندك بلادي فول يعني غبي جدا بلادي كلمة منتشرة في البيريدش انجلش مش في الامريكان انجلش هو من انا بديك امريكان انجلش بس بس عشان الكلمة مهمة جدا في البيريدش انجلش فانا حبيت اتكلم عنها بلادي معناها جدا او very وبتستخدم قبل الصفات في الاجسنت البريطاني او اللحجة البريطانية خلينا بديك مثال تاني لما اقولك مثلا اي يعني غالية جدا وكمان بيبقى معناها سلبي شوية يعني لما بتكلم على حاجة اعوزت تقولي ان الحاجة دي الصفة دي فيها كتير وانت في نفس الوقت متبايق فانت بتقول اهمي دي اه يه غالية جدا انهم ري ما اشتريها اوكاي زي ما قاله في الفيلم بلادي فول يعني من الاخر كده بيبقى معناها سلبي شوية مش ايجابي بمعنى جداً وبتيجي قابل الصفات رات هنا مش معناها فور زي ما احنا متعودين عليها معناها هنا جاسوس أو واشي يعني حد بيفتن على حد فبيقوله أنا صائد الجواسيس معناها يلد زي ما شفنا في الموفي لما قالوا she gave birth to my child يعني هي ولدت طفلي فgive birth to معناها يلد مثال تاني my sister gave birth to a twin my sister gave birth to a twin يعني my sister خلفت توأم أو قابت توأم this is classified classified معناها سري جدا مثال these documents are classified these documents are classified but I told them we're broke but I told them we're broke but I told them we're broke we're broke broke اللي هو الماضي بتاع break فعلي يكسر break كلنا متعودين يكسر الماضي بتاعها broke بس broke ليها معنى تاني في الإنجليش بمعنى مفلس مش معايا فلوس أوكي ف I'm broke معناها أنا مفلس He's broke هو مفلس أنا متأكد السلسلة دي بتاعجبكم جدا 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 و please لو متحاوسنا نكامل فيها share and like واحنا دايما هنحاول نجيب لكم أفضل أفلام ونحل المعاني والإيديمز أو المصلحة اللي فيها that's all for today wish you all the best